ربيع عايز اكمل معاك في النادي الاهلي وعايز اروح معاك لملاف الرباعي كابتن حسام عشور الكابتن شريف اكرامي الكابتن احمد فتحي الكابتن وليد سليمان يمكن الكابتن وليد سليمان هو اللي حصن امره وخلاص جدد مسامل للنادي الاهلي كابتن شريف اكرامي رحل من الباب الكبير الكابتن حسام عشور موقفه الكابتن احمد فتحي عايز عليك تقول لي كده سريعا رأيك في ملاف الرباعي وكل واحده خلاص مصلحة النادي اللي فيه الجميع نخد نبالك أربعة طارق وزيد كم تلاتين سنة على ميور تلاتين سنة محمود صارع وحام تلاتين سنة ربيعة سنوعة تلاتين سنة أربع لعيبة عمالقة قدموا للنادي الكتير وكبات الكلهم من نادي الاهلي ومنتخب مصر في جالسة خلص الموضوع مصلحة كان فيه الجميع خرجنا شكرا وانتهت النادي الاهلي دور على مصلحته مدير الفني قال لك أنا عاوز ده وعاوز ده عاوز ده شايف وإدارة النادي الاهلي عادت مع نبتدي بشريف اكرامي قال له ما أنا عاوز على العب أو لا انت لا مش هتبقى موجود عاوز تبقى موجود بالشكل اللي احنا عاوزينك فيه خلاص شريف راجل محترم خلاص عمل اللي عليه قد تلخيره اختار الطريق تاني بكل تأدير واحترام خرج من النادي الاهلي بكل احترام حسام عشور شايفك يا بطربيع لو كلمك أخذ رأيك تقول له ايه عسام عشور أقول له بطل في النادي الاهلي عسام انت عملت لعليك انت كابتن كبير جدا وقاد كبير وتاريخ في النادي الاهلي عسام من غير النادي الاهلي هتتعب حتى لو خدت مالي للدنيا ايه وقع تبص الفلوس الفلوس جاية لك بأمر الله وبعدين انت اخذ حب واخذ احترام واخذ مستعبل بمشيئة الله تعالوا بنا بنساش حد بس انت في النادي الاهلي هيفرم معاك وجودك في النادي الاهلي عسام تقييمة كبيرة جدا وكلنا بنحبك ونحترمك ويكفي ان ليك جمهور كبير بحجم جمهور النادي الاهلي شوف تعداد جمهور النادي الاهلي في جمهور مصرع بها كم مليون بيحبوك فحافظ وانا اتمنى لك انك تاخد قرار احتزال عشان نعمل لك ماتش ونكون كلنا الروح باذن لو نسعد احنا موجودين يعني كابتن ربيح عليك بتدعم حسام عشور في قرار احتزال لو حصلوا ماتش احتزال هتروح وهتشارك معاك احسام ده محترم جدا وقيمة كبيرة جدا ومن الشخصيات المؤدبة المحترمة كابتن النادي الاهلي ازاي ما رحلوش لازم رحله فكل التأدير واتمنى احسام ان يكون بأمر الله استخير ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله توصل كالسا يمينك تني حياتك في النادي الاهلي باذن الله احمد فتحي خلاص بيرامدز بيعلن رسميا عن تعاقده مع احمد فتحي شايف ملف احمد فتحي بالنسبة للنادي الاهلي هو لا حده أكون شايف ان ممكن النادي الاهلي يستفيد من احمد فتحي في الفترة اللي جاية ومين بالنسبة لك كابتن ربيع لاشايف اللي هتأثر الاهلي هتأثر برحيل احمد فتح والاحمد فتحي اللي هتأثر برحيله عن ندي الاهلي ما الاهلي ما بيتأثرش باينك الاهلي كنجوم كتيرة خد بالك من page 907 لحد 2020 عمر قول لي لا عيبة الاهلي بتأثر باعتزال ابو تريكا الاهلي بتأثر باعتزال محمود الخطيم الاهل اتأثر باعتزال صالح سليم الاهل اتأثر باعتزال طارب وزيت الاهل اتأثر بعمد متعب الاهل اتأثر حتى في نصر برحيل حسام وابراهيم اللي هو من أحسن اللاعب اللي جاد في تاريخ مصر عمر مين اتأثر بوايا الجمعة اتأثر بحسن حمدي اتأثر اتأثر الاهل الكيان الكبير ما بيتأثرش لانه كيان كبير وربنا حافظه الاهل اتأثر لما لعب ماتش في كاس مصر بدون 30 لعيب كبير عمر ونجوم احنا كنا في المغرب وكان في مشكلة كبيرة جدة بين كابتن جواري والادارة كان رئيس النادي لأهل الكابتن حسن حمدي فطبعا حصل المشكلة والعيبة كابتن جواري خادم في نادي الشمس كانت هنا بص بها شوف القائد شوف المحنك شوف الخبرة شوف الحب شوف الاحترام شوف الادارة جيدة كابتن صالح سليم قالك ازاي اللاعبة تخرج تتمرر من غير شكرا مش عاوزكم وهلعب واخد بالك وكنا احنا منتخب مصر عندنا ماتش مع المغرب منقصبين في مجمع في المغرب هناك عرفنا جينا طبعا واخد بالك على الاحداث وكان قرار الادارة شكرا للعيبة اللي خدت الموقف ده هلعب الماتش كان فيه بها ماتش في كاس مصر يا كابتن عمر هلعب باللعيبة الصغيرة بدون اي لعيب اتمرن فشوف فكيان كبير كيان كبير كان الماتش ده برضه الحكم جامل الاهلي وكاسم الاهلي بقاس الصغيرة ماينفحش كده خالص دولات صغيرين ماينفحش على كابتن عمر فالقصوده بص هو ده اللي حصل فملف بالنسبة لي احمد فاتحي الاهلي اعمل لي عليه فاصدي مايتقصرش ولا الاهلي يتقصر خلي بالك ايه اللي نقص من ساعة اللعبة دي ما اعتزلت عمر الاهلي بيزود في بطولاته لان الاهلي بيشتري بديل موجود النهاردة معلول لا مش موجود هتلاقي محمود وحيد هتلاقي النهاردة فاصدي من الاهلي عمره بيتقصر وقواد كتير جدا الاهلي لعب في افريقيا وعنده اصابات كتير جدا والاهلي في الدوري وعنده اصابات كتير جدا والاهلي بيروح ماتشات بتبقى صعبة جدا وعنده اصابات وحجم الاصابات في نادي الاهلي في الخمس سين اخر كتير جدا لكن الاهلي كان بيكسب لانه عنده البديل عنده الحب عنده الترابط عنده الفنيات عنده الجوانب اللي ربنا امر بيها الشغل في ايه في جوانب فنية فيها شغل كويس يعني كابت الربيع حتى مع رحي رمضان صبحي لو الاهلي ما تفقش على تنبيه اعرطة او حتى ان هو يشتريه شايف ان رمضان هيأثر مع الاهلي رمضان نجم كبير ووجوده مهم جدا وهتمنى وجوده لكن لو مش رمضان احنا عندنا عندك اجهة عندك الكهرباء عندك خبالك افشا عندك خصالة عندك الشحات عندك وليد عندك مروان عندك يا عمر الاهلي لو لعب بيقال لليل هيكسب كهرباء رايك في ايه كهرباء العيب كبير طبعا لعب كبير هو بس يقص على نفسه ويتمرن ويقفل على نفسه ويقفل على نفسه كويس اوي كهرباء كهرباء لما بيتمرن وبيركز بتلاقيه في الملحب ده كهرباء كهرباء موهوب كهرباء هداف هداف عنده ميزات في التمنتاشر بيعرف يقف في التمنتاشر كهرباء بيعرف بالكورة من غير الكورة يسجل ودي ميزة مش عند كل اللعيبة اللي بتروع على الجولة العمر فكهرباء لعيب كبير جدا ده بالنسبة عن موضوع فربنا وفاو احمد فتحي اختار خلاص كهرباء كابتن كنت بتوظفه ايه او حضرتك شايف انه يلعب في مركز الجناح ولا صانع اللعب لا انا كنت بوظفه في ثلاث مراجز في الشمال يعني وسط ملعب شمال واخد بالك او وسط ملعب يمين او كنت اوقات بعمل له قرص حربة واهمي ده دول الثلاثة اللي انا كنت بلعب ثلاثة اربعة ثلاثة مع هذا المنتخب كنت بقعد مع الابراع في مست ملعب كنت بقى في صالح واخد بالك جنب الديفندر حسام غالي واوقات اطلح صالح واجبت ريزي جيه لانا بيجيب تريزي جيه من اللعيب الجوكر وبيجي من كل النواحي وكنت بوظفه اكتر مكان عشان استفيد منه لانه بيجري كتير جدا واللعيب مهم جدا فكنت بوظفه وانا اميل دايما للعيب الجوكر انا احب دايما اللعيب اللي معاه يبقى جوكر لان انا باستخدمه في حاجات اسلحة ضد منافس افاجه به الراجل في اي وقت طيب كابتر ربيع يمكن صالح جمعة فايلر اعلن في اكتر من المناسبة انه هو خلاص مش محتاجه وانه هو بتمنى له توفيق وانه هو ايه ده دقل اخضر كده بشكل غير مباشر لادارة الاهلي انه هما يمشيوش انا بقول لكابتر الخطيب اتمسك بصالح فايلر يعني ادارة الاهلي هي اللي بتقول اه في لجنة كور لجنة كورة ازاي تخلي بالها من صالح وفي نفس ادي له فرصة اخيرة ادي الصالح جمعة فرصة اخيرة بس المدرب كابتر ربيع مش عايزه ايه الحل بوجة نظرة معلش المدرب برضو ممكن يجي من يمشي في لحظة انا بضع على مصلحة الفائل ممكن يكون مدرب ما اخدش باله ما عارفش قيمة صالح ما شافوش ما حادش ادي له واخد بالها كابتر دي مهمة جدا لكن كل مصر عارفه صالح